وعايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً كمان في هذه المسألة أن سيدة عائشة تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي زوج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتسألوني إزا إذا حصل خليني أحكي لحضراتكم القصة والحكاية كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين يعني إيه الكلام ده يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف السيدة عائشة في المنام مرتين إيه الحكاية طبعا كان يراها في سلقة من حرير يعني قطعة من حرير وعليها الصورة بتاعة السيدة عائشة كان بينزله بيها سيدنا جبريل عليه السلام ويوريره الصورة يقول له اكشف فيكشف فيقول من هذه فكان يقول له هذه امرأتك في الدنيا وفي الآخرة فكان يرى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فالرسول عليه الصلاة والسلام رآها مرتين عليه الصلاة والسلام في المنام فكان صلى الله عليه وسلم يقول ان يكن هذا من الله سبحانه وتعالى يمضيه اي يتمه الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يتزوج السيدة عائشة يا ترى ايه الحكاية وايه القصة وايه لنتعلمه وايه لنستفيده انا هدفي لما بحكي لحضراتكم زواج الرسول من امهات المؤمنين احنا نتعلم نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه اجمعين نتعلم القيم والمثل نتعلم ازاي نتعامل مع زوجاتنا نتعامل ازاي اما الواحد يجي يتزوج الشاب يتزوج يذهب ويخطب فتاة يطلبها كده على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بحيث يا جماعة ما يباشر فيه لا ضرر ولا ضرار وانما الحياة كلها تبقى امنة مطمئنة ترضي الله سبحانه وتعالى